أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر عادت تقريبا لمستوياتها قبل الأزمة على الرغم من إغلاق العديد من الموانئ تراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جامي هانت إلغاء جميع إجراءات خفض الضرائب التي كشف عنها في موازنة الشهر الماضي بعدما هزت أسواق المال كما كشف هانت عن تغييرات ضريبية قال إنها ستجمع 32 مليار جنيه استرليني سنويا من الإرادات الإضافية وذلك مع سعيه لإنهاء أزمة السوق أو سوق السندات بسبب خطط سابقة للحكومة وفيما يخص أزمة الطاقة أكد الوزير أن الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى إبريل وبعد ذلك ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر الأكثر عرض للضغوط قال وزير المالية الفرنسية برونو لوميار قال إن وقت المفاوضات مع أعضاء النقابات العمالية المضربة قد انتهى من جهتها ذكرت الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا أن العمال واصلوا إضرابات في عدة مصاف ومستودعات نفطية مما أضر بإمدادات الوقود في فرنسا وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الفرنسية أن 27.3% ممحطة الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات وتشهد شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات متكررة على ارتفاع الأسعار إذا حفزت الإضرابات المستمرة منذ أسابيع في مصاف النفط للمطالبة بزيادة الأبور دعوات للمطالبة بإضراب عام يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوميا الخميس والجمعة المقبلين لبحث وضع حد أقصى لأسعار الغاز التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع ولا تزال بعض الدول من بينها ألمانيا تعارض ذلك مؤكدة أن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز لا تزال أزمة الطاقة تثير لانقسامات بين أروقة القادة الأوروبيين بين مؤيد ومعارض لوضع حد أقصى لأسعار الغاز دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ووصلت إلى طريق مزدود منذ أسابيع بشأن ما إذا كان سيتم وضع الحد الأقصى للأسعار أم لا إضافة إلى كيفية وضع هذا الصقف إن تم إكراره وضغطت أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي على التكتل لتحديد صقف لسعر الغاز الذي يصل إليها سواء عبر خطوط الأنابيب أو المسالة مع بدء فصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية في المقابل لا تزال بعض الدول ومن بينها ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا تعارض ذلك مؤكدة أن وضع حد أكثر الأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية وتعارضت برلين لانتقادات شديدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لمماطلتها في هذه المسألة وبعدما أعلنت عن صندوق بـ 200 مليار يورو لتمويل شراء الغاز على الصعيد الوطني ومع استمرار الأزمة تواصل أوروبا جهودها للسيطرة على الأسعار الطاقة المرتفعة وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا شتاء صعبا يشهد ندرة في الغاز الروسي وأزم التكاليف معيشة وركودا محتملا وارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها كشفت صحيفة والستريت عن تحذير صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم من مخاطر متزايدة من أن يتحول التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود أكثر حدة بسبب التضخم القوي وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن يؤدي تقرير التضخم الأمريكي السيء الذي صدر الأسبوع الماضي إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات التي تمثل أكثر من ثلثي الناتج العالمي ستنكمش العام المقبل في حين أن نمو الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين سيتوقف وبشكل أساسي ارتفاع عدد حالة إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية وذلك بنسبة 6.9% في الفترة من إبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي وذلك في أول زيادة لتسجيلها منذ ثلاث أعوام وفقا لمسح أجرته شركة للأبحاث الإنمائية هذا وسجل قطع النقل 162 حالة إفلاس بزيادة 42.1% عن أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاثة أعوام مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الاقتصاد الياباني الثالث أكبر اقتصادات العالم فارتفع عدد حالات إفلاس الشركات إلى مستويات قياسية ووصلت نسبة الإفلاس إلى 6.9% فالفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام ووفقا لمسح أجرته شركة أبحاث إتمانية يابانية فإن هذا الارتفاع يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات في سداد المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام النجم عن ضعف اليين مقابل الدولار الأمريكي وكذلك مقابل العملات الرئيسية الأخرى إجمالي والالتزامات التي خلفت الشركات المفلسة ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 مليون ين بما يوازي 11.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة قطاع النقل في اليابان سجل 162 حالة إفلاس بزيادة تبلغ 42.1% عن أول ارتفاع تم تسجيلهم منذ ثلاث سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وفي المقابل سجل قطاع العقارات اليابانية 104 حالات بانخفاض بلغ 5.4% وهو أقل رقم منذ 30 عاما وشهدت المحافظات 29 حالة إفلاس معظمها في هوكايدو وكيوتو بينما تم تسجيل 16 حالة في أوساكا وهيروشيما